هذا ما خلفه جيش الاحتلال الاسرائيلي في اعقاب الانسحاب من مخيم تول كرم شمال الضفة الغربية حجم تدمير كبير ومهول طال الزقاق الداخلية للمخيم في اطار استمرار الدفع بتعزيزات عسكرية وفرق هندسية خلال ساعات الاقتحام الاشد التي شهدها المخيم عمليات حرق متعمدة لمحالة تجارية وتدمير كذلك ايضا للبناء التحتية وهدم جزء للمنازل هذا ما يسعى جيش الاحتلال الاسرائيلي باستهداف خلال عمليات الاقتحام التي ينفدها باستهداف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية ومخيم تول كرم واحد من ابرز هذه المخيمات المستهدفة جيش الاحتلال الاسرائيلي يسعى لخلق واقع صعب هنا على وقع تحويل المخيمات غير قابلة للعيش باستهداف متعمد لمقومات البناء التحتية داخلها لا ماء لا كهرباء وكذلك ايضا لا خطوط للصرف الصحي في استمرار هذه الاقتحامات المستمرة والمتتالية التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين بات الامر يتعدى عملية استهداف الحاضنة الشعبية للأذرع العسكرية في مخيمات الضفة الغربية لتصل الى عمليات تدمير ممنهجة تطال المدينة بتحويلها الى مدينة من القرب بدأ الفلسطينيون مبكرا مع ساعات صباح هذا الانسحاب الاسرائيلي بالعودة للتعايش والتأقلم وتكريش الصمود عبر لغة اصلاح ما يمكن اصلاحه في خضم عمليات الاقتحام المستمرة والمتتالية التي اصفرت في الاقتحام الاخير عن استشهاد شاب فلسطيني وكذلك ايضا اصابة ستة اخرون نتيجة عمليات قصف جوي وكذلك ايضا برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي بطبيعة الحال المشهد هنا يعكس ما تتعرض له مخيمات شمال الضفة الغربية تحديدا في عدد من المناطق لكن يكافح الفلسطينيون اليوم بيد تلوى الاخرى تساعد على التأقلم واخرى على البقاء والصمود امام مشهد الاقتحامات الاسرائيلية المستمرة هنا في مخيمات شمال الضفة الغربية خالد بدير قناة الغد من مخيم تول كرم شمال الضفة الغربية ترجمة نانسي قنقر